حاضرين طيب قبل ما اقتن بقى انت مزع الجمهور الاهلي بسبب موسيماني لما قلت النهاردة الكابتن بدر راجم معي قلت لي الكابتن بدر كل شوية بيهاجم موسيماني بينطاقب موسيماني وشايفه ان هو مش مدرب كبير هم لما هاجبت موسيماني على فكرة ايا وموسيماني في فترة الليلة خد بطولات اكتر من منه الوزين دي حاجة تحسب له لكن بالنسبة لي انا ما امتعنيش كرة النادي الاهلي انت ليه عايزني ادي له حقه في حاجات وما انكد وانا لعيب كرة ومدرب كرة فان انا عايز في الايتي في رئة النادي الاهلي النادي العظيم اللي تربيت فيه واحسن النادي كان بيلعب كرة في مصر وفي افريقيا وزعيم الكرة الافريقية انه يلعب كرة عادية كده فابق انا مبسوط ليه؟ ليه يا حقي؟ حقي استمتع كرة وانا من نوعية الناس اللي بحب كرة فبيحب لعيب كرة انت ليه حضرتك عايزني في قصة ان انا باخد بطولات هو مين اشتغل في النادي الاهلي وما اخدش بطولات فمسلماني بالنسبة لي مدرب عظيم جدا 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 كنتائج ومدرب عادي جدا جدا كاداء لانما تقعد كم سنة في النادي الاهلي بتاخد بطولات طب انت عايزي ما تديني اداء كويس يعني ديني حاجات تحس انها بتاعتك حس ان رجعني كرة النادي الاهلي كرة اللي متعودين عليها تحضير من تحت البناء واخد بالك الاداء الجمالي المهارات الفنية العالية التكتيك العالي اول حاجات اللي بتكرر كتير ما شفتهاش في مصومين لكن مش معنى كده انا بهاجم والعكس انا مجتنع بيه جدا 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 وإلا ما كانش النادي الاهلي جابه صحيح مين لاعب اديته لقب من الالقاب العظيمة بتاعتك واما ما حاستوش انه بشال اللقب ده كويس ولا واحد ولا واحد كلهم بالنسبة لي ولادي شرفوني تعرف انت ما تبقى انت فرحان ان انا مرنت مثلا النين مرنت رمضان مرنت تريزي مرنت كهرباء فرحان بيهم عارف انت انا كبرت بيهم وهم كبروا بي يعني انا شرتهم في الصغر وهم بيشلوني في الكبر وما بيجيوا يقولوا كابتن بدر فهي قصة في حب بينهم وفي ود بينهم وكلهم ولادي يعني انا ما بقابل اي حد فيهم ما بقولوش باسمه بقولو اسمه اللي انا اديتهوله وبقولو ابني كلهم ولادك فانت ما بتميسه بنده وبنده كلهم ولادي حتى اللي ما كملش ده ابني لان تعرف كرة نصيب طبعا ممكن تبقى مردونة وما تلعبش طبعا حظك يا بوحش ممكن تبقى اقل وتلعب صحية صحية